موضوع ملوش علاقة بباب اي شيء ليه علاقة بوضع بفاشل اسمه رجب طيب اردوغان رجب طيب اردوغان قرر قرر من 2013 كده انه يعمل اجراءات فنعمل شوية مشاريع او قبل 2013 نعمل شوية مشاريع وحاجات فنشرك معانا مش الحكومة الحكومة تجيب القطاع الخاص فالقطاع الخاص التركي يتولى هذا الامر عشان لما يبقى عنده ازمة مالية يقولك مش انا ده القطاع الخاص هو اللي خد قروض فالقطاع الخاص يعمل مشروعات لحساب الحكومة للدولة وياخد القطاع الخاص اكتر من 220 مليار دولار قروض خارجية ده موضوع من القضايا المهمة لسببه اللي فيه تركيا الان فالقطاع الخاص لما عمل كده اردوغان قال لهم اه ده قطاع الخاص احنا ملنا القطاع الخاص بيشتغل لحساب مين لحساب الدولة او لحساب الحكومة مشروعاته كلها بقروض خارجية فبقى فيه عبء النهاردة على الدين وعلى الوضع الداخلي وامبارح قلتلكم على القروض اللي هو اخدها اكتر من 185 مليار دولار تستحق السداد خلال الفترة القادمة هو ما عندوش النهاردة فبقى عنده الازمة النهاردة قطاع خاص عنده ازمة والحكومة عندها ازمة فقالك اصدر ازمة ترامب وصدر الازمة بتاعت الولايات المتحدة الامريكية الامريكان ياخدوا اجراءات فآه تعالوا الحقوني ده احنا الموضوع سياسة ده علينا حرب حرب الموضوع فاشل فشل اقتصادي فشل من بداية حذروا خبراء واقتصاديين وناس كتير قاعد يقولوله خلي بالك بلومبرجي النهاردة عمل تقرير مهم جدا عن الاقتصاد التركي اقتصاد التركي يشهد اسوأ عصر ليه الايام دي وقالت لك الموضوع ملوش علاقة بالسياسة وملوش علاقة بالسياسة الموضوع اقتصاد وليه علاقة بالسياسة الاقتصادية والمالية والاجراءات اللي بياخدها اردوغان البنوك الدولية الخارجية طلبت رفع السعر الفايدة البنك المركزي التركي قال لك لأ انا مش هارفه قال لك خلاص وانا مش هديك اي جنيه تاني طب انا فلوسي النهاردة عايز الفلوس بتاعتي النهاردة القطاع الخاص يحتاج تمويل ايضا خارجي فالبنوك الاجنبيه كلها رفضت انها تدي القطاع الخاص التركي اي دولار زيادة او دولار او يورو او اي عملة اجنبية الا لو رفعت السعر الفايدة فقال لك انا مش هارفه على السعر الفايدة فبقى النهاردة هذه هي المعركة القائمة الاجراء اللي عمله ترامب لا يؤثر على الامر لانه كل صدرات تركية لا تزيد صدرات التبادل التجاري الميزان التجاري ما بين تركيا وما بين امريكا لا يتعدى 20 مليار دولار منهم 19 مليار دولار واردات تركيا الى الولايات المتحدة الامريكية فده ما يأثرش على حجم العلاقة او التجارة او هو مش ده اللي يوقع اقتصاد زي ما كان يبهمك اقتصاد العشرين في العالم انت ايه جنبي ده الاقتصاد العشرين بالعالم بيقع النهاردة واردغان بقلوا 3 ايام بيخرج يصوت للشعب التركي الحقوا الليرة حولوا فلوسكو دولاراتكو رجال اعمالكو اي حد عنده دولار يحولوا ليرة تركية هو ده الموضوع انه فشل في اتخاذ الاجرات اللي هي تحمل اقتصاد اللي هي تقول لانه هو عمل اوهم الشعب التركي انه هو عنده اقتصاد قوي في حين النقصات ده زي ما بقول لحقاكم قروض فوق المتين وعشرين مليار دولار للبنوك من القطاع الخاص بالاضافة الى مية خمسة وتمانين مليار دولار للحكومة فاضرب حضرتك اضرب دي كلها قروض قروض دي عليها ديون عليها فوائد الاول عليها فوائد تدفع الفوائد دي طب هو النهاردة ما عندهوش هو ده اللي هيؤدي لتركيا انها تكون زي الونام من خمس سنين اللي هو تدور على فلوسك ما عنداتش ما عندوش هو عنده حل واحد النهاردة الحل الوحيد اللي يقدر النهاردة انه يذهب الى صندوق النقد هو مش عايز يعمل كده دلوقتي ليه بيأجل خطة صندوق النقد اردوغان رايح لصندوق النقد قبل نهاية هذا العام سيذهب الى صندوق النقد ويقترض منه كنت من كم يوم بقول لكم رايح يقترض خمسين مليار دولار رايح اردوغان انا بقول لكم قبل نهاية هذا العام شهرين ثلاثة اللي جايين اردوغان سيذهب على راسه راكع على راسه لصندوق النقد ده الحل الوحيد اللي قدامه وفي الحالة دي هيقول للشعب التركي خلاص هو النهاردة بيحاول يستنجدوا الناس ومحدش على فكرة الحال كل يوم بيزيد لانه مفيش حد هيقدر يضحي عنده دولار هحاوله عملة ماتت عملة اتدمرت هحاوله ليه العملة عشانك يعني انا عايزك مش تماش موجود اصلا والموضوع هو حاول يعمل الاسألة ايه الحقونة واقتصاد وبلد وطلعوا طبعا التانية قولك الاسلام والدين وحاول والليرة هي الدين الحقوا الليرة يا اما معنى انجار الليرة معناها